أعزائي المشاهدين قناة الحياة أرحب بكم في موضوع جديد من موضوعات المجالة اليهودية حلقة اليوم سوف تقدم رأيا من الأراء الموجودة في قصص الأحبار أو الأدب الحبري بخصوص الزواج لا شك أن الأغلبية تدرك حجم الصعوبات الكبيرة الموجودة في الحياة الزوجية واليوم في العصر الحديث مع تفاقم التحديات الاجتماعية والثقافية الموجودة في المجتمع تزداد دائما حدة الخلافات الزوجية وكثيرا ما يلجأ الأزواج أحيانا للجوء إلى خبراء في التعامل النفسي أو أشخاص علماء نفس أو سيكلوجيين لمعالجة المشاكل النفسية القائمة بين الزوجين ولكن طبعا هذا الأمر ليس أمرا حديثا في الماضي أيضا كان يوجد مشاكل مختلفة وصعوبات كبيرة في الحياة الزوجية ولكن سوف نقدم الآن رأي يقول بأن سر نجاح الحياة الزوجية هو اهتمام معناية الله في الحياة الزوجية حسب القصص الحبرية الزيارة الأحبار أن الله خلق آدم وحواء وربط بينهما وفق النص الكتاب طبعا وأنه وأن الله كونه أني ربط بين آدم وحواء فكأن الله نفسه هو المشرف لأول زواج في تاريخ البشرية أي بين آدم وحواء أيضا من منظور الأحبار فأن الله دورا في تشكيل كل رابطة زوجية واستمرارها ويرى الأحبار أن وجود المحبة بين الرجل والمرأة هي نتيجة حضور العنصر الإلهي في هذا الزواج وتصور قصص مختلفة في الأدب الديني اليهودي هذه الأفكار وهذه الاعتقادات وفي حلقة اليوم سوف نتحدث عن قصتين الأولى قصة نجدها في كتاب يسمى القصص الحبرية رابانيك ستوريز صدر 2002 هو جيفري روبينشتاين الذي قام بجمع هذه القصص وتحليلها القصة التي سوف نتحدث هي موجودة في الأدب الحبرية تتحدث عن لقاء جرى بين حكيم وامرأة رومانية أرستقراطية جرى لقاء بين حكيم يهودي أو عالم يهودي وبين امرأة أرستقراطية ففي الحوار عندما تحدث الحكيم قال بأن الزواج صعب وشبه صعوبات الزواج كأنه يماثل شق بحر الأحمر أو بحر يسوف كما جاء في سفر القروج فلما سمعت المرأة رأي هذا الرجل أو عالم الدين اليهودي أن الزواج له صعوبات شديدة والله عمل الله كأنه في العناية في هذا الموضوع وأنه من الموجزة وكانت هذه المرأة ذات ثقة كبيرة بنفسها فضلا عن أنه ذاتي غرور كبير قررت أن تظهر للحبري سهولة ترتيب الزيجات بين الأرقاء الخاضين لهم فكرت أنت تقول بأن الزواج له صعوبات والله الذي يرتب هذا الموضوع هو الشكل من أشكال المعجزات انظر أنا قادر أنا قادرة أن أرتب زيجات بين العشرات من الناس الذين يتبعونني وبالفعل قامت في عملية هذا الترتيب القصة على الشكل التالي أدت في مدراش ربان على لاويين 8-1 تقول أنه جرى حوار بين هذه المرأة الرومانية والحبر يوسي بنها لوفتا سألته المرأة في كم يوم خلق الله العالم أجاب في ستة أيام لأنه مكتوب أن الله خلق السماء والأرض في ستة أيام لأنه في ستة أيام صنع رب السماء والأرض فقالت له وماذا يعمل الآن بعد أن خلق العالم وأنجز عملية الخلق في ماذا يعمل فأجاب هو يجلس يرتب الزيجات الآن فلان مع ابنة فلان وهكذا وذلك وملكية فلان السيد فلان بمعنى هو يدير شؤون الخليقة ومن ضمن إدارة شؤون الخليقة أنه يرتب زيجات بين المستقبلية فقالت هذه المرأة انظر كم من الأرقاء والإماء لدي وأنا في لحظة أو إثنتين قادرة على تزويج جميعهم فقال لها الحبر رغم أن مسألة الزواج قليلة الشان في عينيكي ولكنها صعبة مثل شق بحر السوف أي البحر الأحمر كما هو مكتوب الله مسكن المتوحدين في بيت مخرج الأسرة إلى فلاح أنما المتمردون يسكنون الرمضاء ثم ذهب يوسف ابنها لفتة إلى بيتي ففكرت المرأة تريد أن تثبت لهم أنها قادرة على ذلك فأرسلت وأحضرت ألف رقيق وألف جارية ألف رجل مستعبد وألف جارية ووضعتهم في صفوف ثم أمرت بشكل عشوي أن تزوج فلان مع فلاني قالت فلان اذهب إلى فلاني وبالفعل زوجت الجميع في يوم واحد وفي ليلة واحدة وفي نفس الليلة التي زوجت الجميع بدأ كل شخص يأتي إلى هي يطلب النجدة جاء الأول وقال له أنه مصاب في عيني بسبب الشجار بينه وبين زوجتي وقعت آخر وانظر أنه كان التعارك مع زوجتي رأسه أشخاص وجاءت مرأة ثالثة ورأسها قد شجع ينزف دما ورابع كسر الرجلي فقال الأول لا أريدها وقال الثاني لا أريدها وقال المرأة الثالثة لا أريدها إذن الجميع بدأوا يتفككون يرفضون هذا الزواج في يوم واحد عند أرسلت الحبر يوسي تقول له أن توراكتك صالحة وجميلة وجديرة في السنان فأجابها ألم أقول لك أنه أمر قليل الشأن في نظرك ولكنه صعب مثل شقي بحر سوف الهدف المقصة تقول بأنه لم يشمل زوجين في رابطة الزواج أمر شديد الصعوبة يماثل عمل معجزة وهو أمر لا يمكن أن يعتني به إلا الله ولا يمكن أن يقوم به إلا الله كما يظهر من كلام الحبر يوسي الذي يساوى بين صعوبة الزواج وشف بحر الأحمر لما يشير إلى أنهم كانوا يدركون أن بقاء رابطة الزواج بين الزوجين هي أقرب للمعجزة إذن وكأن الأحبار قديما يقولون أن بقاء رابطة الزوجية هي معجزة وبالتالي أمر ليس سهلا أمر هو يحتاج إلى عناية خاصة وترتيب إليه خاصة القصة الثانية أيضا سوف نتحدث عن قصة باختصار عن أن الله أيضا يهتم بالأزواج القصة نقولها في اختصار نحن لدينا القصة تقول أني أنا يتحدث عن الحبر يسمى الحبر مائر القصة موجودة كمان أيضا في التلموت تقول التلموت الأورشاليمي أني كانت توجد امرأة تحب أن تحضر دائما اجتماعات الحبر مائر وبالفعل ذاتا مرة كانت ليلة سبيت حضرت الاجتماع لفترة متأخرة وعندما رجعت إلى المنزل تحدث قصة في التلموت الأورشاليمي أني لما رجعت إلى المنزل سأل زوجه أين كنت موجودة فقالت له أني أنا كنت أحضر الاجتماع والدرس وتأخر الدرس فكان زوجه غاضبا جدا وأقسم من مشدد غضبه يعني لا يجوز لك لا أسمح لك في الدخول ثانية إلى البيت إلا امتزب إلى الحبر مائر وتبصقي على وجهه فكيف ستعمل إذن هو عضى عليها الشرط لا يجوز لها أن ترجع حتى تعمل الأمر فلاني وبالمناسبة هذا أمر الغضب أحيانا يقوم به كثيرا من الرجال المسلمين عندما يقسم بحلفا ما على زوجتي يقولها أنت علي طالق إن لم تقومي بالأمر الفلاني أو سوف أطلقك قسما لم تقومي بالأمر الفلاني وبالفعل المرأة لم تدري ماذا سوف تعمل ولكن الخبر وصل إلى الحبر مائر الحبر مائر تفهم الظرف وعرف أنه ممكن تؤدي إلى الطلاق فاستدعى المرأة من خلال بعض الناس وقام بعملة خدع لها قالوا له أن الحبر مائر في حال الثاني مرض ويحتاج إلى عينيه في حال ترمد وفقط اللعاب البشري هو الذي يسمح له بأن يشفى حتى يشفى من هذا المرض وبالفعل خدعت هذه المرأة بترتيب من الحبر مائر وأعتقد أنها تعالج الحبر مائر فبسقت في عينيه وبالنتيجة أصبحت في حل من هذا القسم تلاميذ الحبر كانوا جدا غاضبين وقالوا له كيف له أن يعرض نفسه لهذا العار وكان رأيهم أنه يجب المحافظة على كرامة علم التوراة مهما كان الظروف وأنه لو كانوا يعرفون لأتوا بالزوج وقاموا بجلده وأجبروه على المصلعة فماذا رد عليهم حبر مائر أنه لا يجب أن يكون شرف مائر أكبر من خلقي فالله قال يقول إن كانت كلمة الله تأمر بمحول اسم المقدس أي اسم الله نفسه ليعيد السلام بين الرجل وزوجتي فكان بالحري ينبغي أن يحط من شرف مائر لهذا السبب وماذا يقصد يقصد الشريط الغيرة عندما يشك الشخص في خيانة زوجتي يلجأ إلى الكان يقوم الكان بكتابة اسم الله في ماء المر في اللفافة ويضع عليها اسم الله ويحل اسم الله في هذا الماء ثم تشرب المرأة لإثبات براتها هذا الشريط الغيرة موجودة في سفر العدد للصحة خامس إذا نرى الحبر مائر أنه إذا كان الله يجيز للحفاظ على العلاقة الزوجية أن يكتب اسمه في ورقة وتوضع في الماء ويحل الاسم فمن هو الحبر مائر بالمقارنة مع الله إذا كان باعتقد أن الأمر يستدي تضحيات من أجل حفاظ هذا هو نظرة الأحبار قديما لقدسية الزواج أنه هو ترتيب إلهي وأحيانا يحتاج حتى عالم كبير في هذا المستوى أن يتنازل من نفسه للحفاظ على استمرارية الزواج وربما لهذا السبب نفهم اليوم أحيانا صعوبات الزواج في الوضع المعاصر لأنه لا يوجد استعداد للقيام بأي تضحيات أحيانا من الزوج وأحيانا من كلا الطرفين حلقة اليوم انتهت وإلى اللقاء في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر